صلى عليه إلى هنا ما هب ريح أو سراء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضى وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين هذا الدعاء كبير النفع عظيم الشأن غزير الفوائد لما جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام من معاني ومقاصد جليلة ومطالب عالية في العقيدة والأخلاق والعبادات الظاهرة والباطنة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخارق هذا فيه ثناء على الله عز وجل وتوسل إليه بأسمائه وصفاته والمعنى اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما علمته من الغيب والغيب ما خفي عن الإنسان ولا يعلمه والغيب يكون مطلقا وهو ما استأتر به الرب عز وجل مثل علم الساعة وقد يكون نسبيا وهو ما يغيب عن البعض ويعلمه غيرهم وقد يرتضيه الله عز وجل يرتضيه الله عز وجل لعباده من الأنبياء والمرسلين إذن قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أي قدرتك النافذة المطلقة على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي بمعنى إن كان في سابق علمك أن الحياة ستكون زيادة لي في الخير فأحيني وإن كان الموت راحة لي من هذه الحياة فتوفني أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أي أرزقني الحياة إن كان في سابق علمك أن الحياة تكون زيادة لي في الخير وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي أي أمتني إذا كنت تعلم أن الوفاة خير لي من الحياة فقد تكون الحياة يعني للإنسان زيادة في الطاعة زيادة في الخير وقد يكون عكس ذلك كالذي ينتكس في آخر عمره والعياذ بالله والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا لا نتمنى الموت لكن في زمن الفتنة قد يتمنى الإنسان الموت وليس عليه شيء كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقالت مريم عليه الصلاة والسلام يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لكن في الغالب الإنسان لا يتمنى الموت يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي إذن هذا أمر جد مهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة أسألك خشيتك هذه حقيقة لإنسان المؤمن أنه يخشى الله عز وجل يخشاه في الغيب كما يخشاه في الشهادة تجد الإنسان يتظاهر بأنه يخشى الله عز وجل أمام الناس لكن عندما تكون بينك وبين ربك عز وجل عندما تكون في الخلوات وهذا من أخطر المعاصي والذنوب معاصي الخلوات إذا خلوت يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الذين يخشون ربهم الحقيقة هذه حقيقة الخشية عندما تكون لا يكون معك أحد المطلع الوحيد عليك والله عز وجل وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا الإنسان في الرضا قد يقول الحق لكن عند الغضب يتبين الإنسان يتبين من بكى ممن تباكى ولهذا مسألة الحق عزيز خصوصا في لحظة الغضب في لحظة فوران المشاعر إذن اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى خير الأمور أوسطها أن تكون مقتصدا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ومدح الله عز وجل عبادة عباد الرحمن في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلابد من التوسط سواء في حال الغنى أو في حال الفقر وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد والنعيم الذي لا ينفد ونعيم الجنة ما عندكم ينفد وما عند الله باق هذا أمر جد مهم قال لبيض ألا كل شيء ما خل الله باطل فقال عثبان بن مضعون صدقت ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل قال كدبت فإن نعيم الجنة لا يزول لهم فيها ما يشتهون هذا أمر جد مهم هذا أمر جد مهم وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع قرة العين أن تسكن هذه العين وتطمئن هذه العين بأن ترى مثلا دريتها مطيعة يعني لله عز وجل قانتة خاضعة لله عز وجل قرة العين بأن تسكن هذه العين سواء يعني من حر الدمع دمع الحزن يكون حارا ودمع الفرح والسرور يكون باردا وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضى إذا قضيت أمرا أسألك أن تلهمني الرضا وأن أفرح بقضاء الله عز وجل وأن أرضى بقضاء الله عز وجل أن أكون ممن يرضى ولا يتسخط ولا يتدمر من أقدر الله عز وجل وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضى وأسألك برد العيش بعد الموت لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء فكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك يقول ابن القيم رحمه الله جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين ألد شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل وألد شيء في الجنة وهو رؤية وجه الرب عز وجل وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراءة مضرة قيد النبي عليه الصلاة والسلام الضراء بالمضرة لأن ليست كل ضراء مضرة كم من ضراء أعقبت نفعا وأعقبت توبة ومن فتنة مضلة وأيضا قيد النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة بالمضلة كم من فتن كم من فتنة تكون سببا في رجوع الإنسان إلى ربه عز وجل إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل هاته الأدعية العظيمة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برض العيش بعد الموت وأسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان أفضل زينة في هذه الحياة زينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ هذا فيه يعني فقه كبير و دعاء عجيب و عظيم من الله عز وجل ليس فقط أن أكون مهتدياً الإنسان المسلم لا يفكر في نفسه فقط لا يفكر في مصلحته فقط بل يريد أن يكون مهتدياً أو أيضاً هادياً أي داعياً إلى هذا الهدى و جعلنا هداتاً مهتدين فأسأل الله عز وجل أن يهدينا و أن يغفرنا و أن يرحمنا و أن يتقبل منا الصلاة و الصيام و القيام إنه ليدرك القادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتب إليك و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صلى عليه إلهنا ما هب ريح أو سراء